أخ يسأل عن الذي يعني تصله أدعية ويكتب يعني أنا أرسلت هذا مئة مرة لمئة شخص ستسمع خبرا مفرحا أو سيصرف الله عنك سوءا أو سينجيك من مصيبة هذه كلها من البدع وهذا في كذب على الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمته أن الدعاء الفلاني إذا قلته مئة مرة أو أرسلته مئة شخص يحدث لك كذا أو كذا يعني هذا يتقول على الله عز وجل ويتقول على الشرع وما يدريه بأنه سيحصل كذا وكذا من علمه يعني واحد فكر أنت قبل لا تصدق هذا الكلام من أخبره من علمه بأن إذا أرسل مئة رسالة للمئة شخص سيحصل كذا وكذا يعلم الغيب هو تقول لا ما يعلم الغيب طيب إذا ما يعلم الغيب كيف تصدقه لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا من قال كذا نعم مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر شيء حتى يرحل خلاص قاله النبي صلى الله عليه وسلم فبإذن الله إذا قلت هذا الدعاء نزلت منزل وقلته لا يضرك شيء حتى ترحل أو أنه إذا قال مثلا باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السم العليم قالها ثلاث مرات في الصباح لا يضر شيء إلى المساء وإذا قالها في المساء لا يضر شيء إلى الصباح هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أما أن يأتي واحد يخترع له دعاء ويقول أنه إذا أرسلت شخص يحصل كذا وكذا لو بعضهم يهدد وإذا ما أرسلت راح يحصل لك مصيبة وفي كل عام يأتون بشيء من هالنوع والله فلان الشيخ أحمد حارس مسجد النبوي عند مفتاح غرفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى في المنام ثم يقولك هذه القصة إذا ما أرسلت إلى عشرة أشخاص سيحصل فيك كذا وكذا وإذا أرسلت سيحصل لك كذا وكذا لما الشيخ بن بازر رحمة الله عليه سؤال عن هذا السؤال وكلامه مثبت بالفتوى قال يعني ما ورد الذي ينسخ المصحف عشر مصحف كاما عشر مرات أنه سيحصل له كذا كذا والذي لن ينسخ المصحف يحصل له كذا وكذا يعني كم واحد من عموم المسلمين نسخ المصحف مرة وعدة في عياته من ينسخ المصحف هذا نوادر من الناس اللي الخطاطون ليس كل خطاط بعد ينسخوا المصاحف يعني لو نسخ الإنسان عشر مصحف ما يحصل له هذا الشيء المذكور في هذا القصة اللي إذا ما نشرها يحصل له كذا وإذا نشرها يحصل له كذا سبحان الله كيف كيف يصدق هذا الكلام على كل حال هذه أصبحت يعني أمور بحمد الله تضح أمرها لكن الشر ما زال باقيا وبعض الناس ما زال انخدع ما فيه شيء اسمام إذا رسلت إلى ميت شخص يحصل له كذا وتسمع خبر مفرحا وإذا ما أرسلت يحصل فيه كذا وكذا من المصائب هذا كله باطل ما أنزل الله بهم السلطان ولو فيه شيء ورد من هذا لابد أن يكون عن النبي عصد والسلام أم عن غير النبي عصد والسلام فإن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم الدين كامل ما فيه شيء منها النوع أبدا والله الموفق ترجمة نانسي قنقر